نصة المادة الواحدة والأربعون من قانون المحافظات اللبناني المعدل عام الفين وثمانية أن صلاحيات القائم مقام هي الإشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها وفرض العقوبات قانونا على المخالفين وللقائم مقام أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود القضاء وتحال إلى قادة التحقيق المختص وعليه العفاظ على الأمن والنظام وحماية المواطنين وأملاكهم إضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها وتحصيل إراداتها وأعداد مشروع الموازنة العامة المحلية للقضاء بعد خمس سنوات من تعيين قائم مقامية جوبيل نجوة سويدان بالإنابة في عهد الرئيس السابق ميشيل سليمان جرت إقالتها من منصبها وتعيين قائم مقامية بالإنابة مكانها فهل الإقالة غيات انتخابية؟ قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إقالة قائم مقام جوبيل نجوة سويدان فرح المقرب إلى رئيس بلدية جوبيل المستقيل زياد حواط واستبدالها بنتالي مرعي خوري المقرب إلى التيار الوطني الحر قبيل الانتخابات لم يمر بلا رفض واعتصام من قبل بعض الجبيليين وبعض المختارين أمام سرايا المدينة معتبرين أن لقرار الوزير غيات سياسية فرد المشنوق في بيان أكد فيه أن التدبير اتخذ استنادا إلى كتاب صدر عن رئيس هيئة التفتيش المركزي يتضمن ملفا عن مخالفات من السيدة نجوة سويدان المرشح عن دائرة كسروان جبايل زياد حواط ترحم على أيام المكتب الثاني معتبرا أن إقالة القائم مقام المقربة منه ليست سوى طبخة سياسية في كواليس الانتخابات اللي صار بعيد النقجباليين لزمن أيام المكتب الثاني لما كان يتعاطى مباشرة بموضوع الانتخابات تيار الوطن الحروة والحزب الحاكم اليوم بالبلد هنا اللي عم يتدخلوا مباشرة بموضوع التعينات بموضوع المناصب اللي هي فعلا خدمتية والمراكز الخدمتية بجبال من أجل التأثير والضغط على الناس وعلى الناخب وتوجيه الناخب باتجاه أنه أي واحد ينتخب ضد لئة السلطة بتتعطل مصالحه بتتعطل أشغاله حقوقه بطل تصله نحنا كل هذه الأمور لن مش رح نقبل فيها هيئة التيار الوطني الحر في مدينة جبايل رفضت الإدلاء بأي تصريح معتبرة أن القرار إداري ولا علاقة للسياسة فيه والشارع الجبيلي مستغرب استبدال القائم مقام قبل صدور قرار هيئة التفتيش الجبيليين أكيد معترضين نحن والقائم مقام حال واحد وأكيد ما بيصير هذا الشيء ونتمنى أنه ترجع الأمور لمجاريها الطبيعية ما بتقدر تعافي الحقيقة أين؟ بس هي كانت إنسانة كتير كويسة وكتير منيحة ولا حدا اشتكى مننا مرة دسائلهم بالأي مقامية أردنا بصراحة فيه إشحاف هذا الموضوع لأنه أول شيء ما فيه إلا جبال يعني عين العالم كله على جبال ومش معقول قائم مقام بنزهتها وبشفافيتها وجبال بتشهد يعني لأخلاقها متهم بريء حتى يصدر القرار يعني بس إنه هي ما كنا نسمع على إلا كل شيء منيح تعمل وجباتها مصادر في التفتيش المركزي أكدت للجديد أن السويدان ملفا في التفتيش منذ عام 2014 ولا قرار صادرا في حقها بعد علما أن هناك ملفات في التفتيش لموظفين آخرين لم يتخذ بحقهم أي تدبير ليالبو موسى قناة الجديد